السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثامن نلتقي مجددا في هذا الفيديو لنبدأ بوحدة جديدة من كتاب المهارات وصلنا إلى الوحدة الخامسة عشر التي عنوانها ما أجمل الحياة تبدأ هذه الوحدة بقصيدة جميلة للشاعر أبو القاسم الشابي عنوانها خلقت طليقا في هذه القصيدة يركز الشاعر على مفهوم الحرية بشكل كبير وهذا نلحظه أعزائي من خلال مناقشتنا لعنوان القصيدة خلقت طليقا أي حرا غير مقيد إذن يدعو الشاعر الناس في هذه القصيدة إلى ماذا؟ إلى التمتع بحياتهم وحريتهم وإلى الدفاع عنها ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم وعدم الخوف منها يستخدم الشاعر أسلوب الإقناع لإثبات ذلك فهو يقول لقد خلقك الله حرا طليقا فلماذا تتخلى عن حريتك ولا تدافع عنها؟ كما يدعون الشاعر أعزائي في هذه القصيدة إلى التمتع بجمال الطبيعة المحيطة بنا لماذا؟ لأن كل شيء فيها يذكرنا بحريتنا لا يمكن أن يتمتع الإنسان بجمال الطبيعة من حوله إلا إذا عاش بحرية واستشعر معاني الحرية من حوله فكل شيء في هذا الكون يثبت ذلك من نسيم وطيور وربيع وغير ذلك كما ورد في القصيدة يؤكد الشاعر في نهاية القصيدة على أن الحرية هبة ونعمة من الله تعالى وأي شيء أجمل من هذه النعمة أعزائي وهذه الهبة هبة ونعمة الحرية من هو الشاعر أبو القاسم الشابي؟ شاعرنا أعزائي هو شاعر تونسي ولد عام 1908 في قرية شابية لذلك طبعا لقب أبو القاسم الشابي في هذه القرية كانت الطبيعة جميلة جدا هذه الطبيعة هي التي أثرت فيه وجعلته عاشق للحرية درس في جامعة الزيتونة في تونس نال شهادة الحقوق له ديوان شعر أغاني الحياة توفي عام 1934 إذن شو من لاحظ يا ثامن؟ إنه كان صغير في السن عندما توفي توفي وهو في ريعاني شبابه عاش ما يقارب 26 سنة ثامن فقط هذا الشاعر أبو القاسم الشابي دعونا الآن أعزائي نستمع للأبيات ثم نبدأ بشرح ما جاء فيها من معانن وأفكار وصور فنية وأساليب نبدأ بقراءة القصيدة خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه تغرد كالطير أين دفعت وتشدو بما شاء وحي الإله وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أنا تراه وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضى في ضحاه؟ ألنهض؟ ألنهض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة ولا تخشى مما وراء التلاع فما ثم إلا الضحى في صباه وإلا ربيع الوجود الغرير يطرز بالورد ضافي رداه وإلا أريج الزهور الصباح ورقص الأشعة بين المياه وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناه إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ظل الإله قصيدة قوية جميلة مليئة بمعاني الحرية الأمل التفاؤل تبعث في نفوسنا بالفعل كل هذه المعاني الجميلة دعونا يا ثامن نبدأ بشرح الأبيات ونتبين المعاني الجديدة والشرح الصور الفنية كما اتفقتنا نبدأ طبعا بالبيت الأول في البيت الأول يقول الشاعر خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه من يخاطب الشاعر في البيت الأول يخاطب الإنسان يقول للإنسان لقد خلقت طليقا إذن هو يؤكد حقيقة أن الإنسان خلق طليقا خلق حرا طبعا ما معنى طليقا يا ثامن طليقا بمعنى حرا الجمع طلقاء وهي ضد مقيد إذن ما عكس أو ما ضد طليق عكسها أو ضدها مقيد معناها حر والجمع طلقاء طيب إذن خلقت طليقا أو حرا أيها الإنسان غير مقيد فأنت بذلك تشبه طيف النسيم كطيف النسيم لاحظوا التشبيه هنا في عندي جملة تشبيه في عندي صورة فنية خلقت أيها الإنسان كما قلنا حرا طليقا كطيف النسيم ما معنى طيف؟ طيف بمعنى خيال والجمع الطياف النسيم الهواء العليل إذن أنت أيها الإنسان خلقك الله حرا مثل الهواء العليل وطبعا الهواء العليل هل يقيد أحد نسمة الهواء هل يستطيع أحد أن يقيدها هي تتحرك أنها شاءت وكيفما شاءت تنتقل من مكان إلى مكان حرة طليقة لا يستطيع أحد أن يقيد حريتها وأنت أيها الإنسان كذلك أنت خلقك الله هكذا حرا لا يستطيع أحد أن يقيد حريتك وخلقك أيضا حرا كنور الضحى في سماه أيضا كنور الضحى هذا النور الذي يصدر في وقت الضحى أو هذا النور الذي يجيء في وقت الضحى هل هذا النور يستطيع أحد أن يقيده أو يمنعه من الظهور؟ بالطبع لا أيضا فأنت أيضا أيها الإنسان حر تشبه نور الضحى في السماء في وقت الضحى إذن لحظوا معاي الشاعر سوف يكني عن الحرية بألفاظ شو يعني يكني؟ يعني يستعيض عن الحرية بألفاظ أخرى ولكن المقصود فيها الحرية مثلا طيف النسيم يقصد فيها الحرية الضحى يقصد فيها الحرية النور يقصد فيه الحرية أيضا إذن من المصطلحات التي ستمر معنا بالقصيدة النور الضحى النسيم إلى آخره هذه المصطلحات ماذا قصد بها الشاعر يا ثامن؟ قصد بها الحرية طيب خلونا نأخذ الآن الشريح يوجه الشاعر كلامه للإنسان فيقول له لقد خلقك الله حرا أيها الإنسان مثل الهواء العليل الذي له الحرية المطلقة غير المحدودة وأنت مثل النور الذي ينتشر وقت الضحى ليملأ الكون بنوره أيضا هذا النور الذي يملأ الكون في وقت الضحى حر طيق لا يقيده شيء الصورة الفنية شبه الشاعر الإنسان الحر بالهواء العليل بداية وبالنور المنتشر وقت الضحى لماذا؟ مهم جدا نعرف لماذا؟ ليبين جمال الحرية وأنها حق لكل إنسان هذا التعليل مهم يا ثامن لماذا شبه الشاعر الإنسان الحر بطيف النسيم أو بالهواء العليل وبالنور المنتشر وقت الضحى؟ ليبين لنا مدى جمال الحرية الحرية جميلة جدا وأن هذه الحرية هي حق لكل إنسان مثلما أن النسيم والهواء العليل حق لكل إنسان الهواء هذا هو حق لكل إنسان والنور الذي يصدر في وقت الضحى هو حق لكل إنسان كذلك الحرية هي حق لكل إنسان تمام؟ طيب خلينا الآن أعزائي ننتقل للبيت الثاني لاحظوا في البيت الثاني يؤكد الشاعر على المعنى الذي بدأ به وهو الحديث عن الحرية يقول الآن تغردك الطير من الذي يغرد أنت أيها الإنسان الحر الطليق؟ تغردك الطير أين دفعت وتشد بما شاء وحي الإله إذن أنت أيها الإنسان المتمتع بحريتك الآن سيصف الشاعر حال هذا الشخص المتمتع بالحرية أولا هو إنسان مغرد يعيش أينما غرد وأين أينما حل وأينما ارتحله هو إنسان يشعر بالسعادة المطلقة هو كالطائر الذي يغرد أين اندفع أين هنا هي بمعنى أينما وهي ظرف مكان أينما وجد هذا الطائر أو هذا الإنسان طبعا لأن الطائر هنا قصد به هذا الإنسان الحر أينما وجد هذا الإنسان الحر فإنه يندفع كالطائر مغردا ينشر ألحانه وسعادته على كل المحيطين به وفي كل مكان يندفع إليه وتشد بمعنى تغني أنت تشد وتغني بما شاء وحي الإله بما شاء ما معنى شاء أي أراد بما أراد وحي الإله أي إلهام الإله الوحي هو الإلهام بما شاء إلهام الإله ووحي الإله إليك طبعا إن دفعت معناها إن طلقت إذن أنت أيها الإنسان تغرد كالطائر الذي يغرد أينما اندفع وتشد بألحانك الجميلة لماذا؟ هذا من أثر الحرية عليك لأنك أنت متمتع بالحرية تشعر بسعادة مطلقة وكأنك تريد أن تملأ هذا الكون بأنغامك العذبة الجميلة إذن بدأ الشاعر الآن بوصف حال الشخص المتمتع بالحرية كيف حاله يغرد ويغني مثل الطير الفرح بحريته في كل مكان ينطلق إليه الصورة الفنية هنا يا ثامن أن الشاعر شبه الإنسان الحر بالطير المغرد الفرح بحريته إذن هذا الإنسان كأنه طائر حر لا يقيده شيء فبالتالي هو دائما يغرد أينما حل في البيت الثالث يقول الشاعر وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أنا تراه أنت أيها الإنسان الحر أيضا من مظاهر تمتعك بحريتك التي انعكست على ما هو محيط بك أنك الآن تمرح بمعنى تسعد وتلعب فريحا أين بين ورود الصباح طبعا الورود تكون أكثر نضرة وأكثر جمال متى في وقت الصباح بيكون عليها قطرات الندى بتكون جميلة جدا تخيلوا المنظر الرائحة الشذية الجميلة التي تنطلق من هذه الورود فأنت تمرح بين هذه الورود وتنعم بالنور أنا تراه تنعم بمعنى تتمتع بالنور النور قلنا يا ثامن أينما وجدت كلمة النور في القصيدة الشاعر ماذا قصد بها سواء النور أو الضحى قصد بها الحرية تنعم بالنور أنا تراه بمعنى أينما ترا هذا النور أو هذه الحرية تنعم بها دائما إذن أنت إنسان سعيد أنت إنسان فرح تلعب وتمرح بين ورود الصباح متمتعا بحريتك يكمل الشاعر وصفه للإنسان المتمتع بحريته فهو يلعب ويمرح سعيدا بين ورود الحدائق ويتمتع بنور الحرية أينما وجده فكل الكون يدعوه للتفاؤل والسعادة لماذا؟ لأنه معه نعمة عظيمة معه حريته التي وهبه الله إياها الصورة الفنية شبه الشاعر الحرية بالنور الذي يضيء الكون ليدل على جمال الحرية نلاحظ هنا تنعم بالنور أنا تراه هنا شبه الحرية بماذا؟ بالنور الذي يضيء الكون في البيت الرابع يقول الشاعر وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه أيضا من أحوالك أيها الإنسان الحر وإنعكاسك على الطبيعة المحيطة أنك تمشي كما شئت كما شئت لماذا؟ لأنك إنسان حر غير مقيد حريتك بإيدك فبالتالي أنت تمشي كما شئت لا يقيدك شيء بين المروج ما المقصود بالمروج؟ هي الأراضي الواسعة الخضراء الأراضي التي تكون واسعة وكلها لونها أخضر هيك مكسوة بالخضار نسميها المروج وتقطف ورد الربا في رباه الربا مفردها ربوة وهي الأراضي المرتفعة إذن ماذا يفعل هذا الإنسان الحر؟ هذا الإنسان الحر قلنا أنه يمرح بين ورود الصباح ينعم بالنور أيضا يمشي بين المروج ويقطف ورد الربا في رباه وهو سعيد ويستشعر الحرية بشكل كبير لاحظوا عندي هنا أن الشاعر يصف الطبيعة الجميلة المحيطة بهذا الإنسان الحر أيضا هو يصف الطبيعة الآن الجميلة كما وصف إنعكاسها على هذا الإنسان الحر أيضا يصف الطبيعة نفسها المحيطة فيه الذي بدأت حريته تنعكس على نظرته لجمال الطبيعة إذن لاحظوا حرية هذا الإنسان الإنسان الحر المتمتع بالحرية حريته إنعكست على نظرته لجمال الطبيعة يعني يمكن أن يكون أمامك حدائق من جميع أنواع الورود ومن جميع المناظر الجميلة فراشات وطيور مغردة وأزهار جميلة ولكنك إنسان تعيس لا تشعر بالسعادة أقلها إنسان لا تتمتع بالحرية إنسان لا صمح الله فقط تعزيزا إلى آخره تشعر بالتعاسى كيف سيتكون نظرتك لجمال الطبيعة لن ترى من جمالها شيئا لماذا؟ لأنك إنسان حزين من الداخل فهذا الحزن سينعكس على جمال الطبيعة ربما قد ترى الورود كلها سوداء لن ترى في جمالها شيئا صحيح؟ لن تسمع تغريد الطيور ستعتبر تغريد الطيور هذا وكأنه بمثابة نوح لهذه الطيور كأن هذه الطيور حزينة وتبكي ولا تغرد فالآن ما داخل الإنسان ينعكس على نظرته للطبيعة وهنا هذا الإنسان الحر إنعكست حريته على نظرته لجمال الطبيعة فهو يمشي سعيدا فريحا بين المروج الخضراء مستمتعا بجمال الطبيعة من حوله ننتقل إلى البيت الخامس يقول الشاعر أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضع في ضحاه؟ لحظوا هذا الاستفهام الاستنكاري إذن شو نوع الاستفهام هذا لو سألتكم يا ثامن؟ هذا الاستفهام هو استفهام استنكاري لأن الشاعر هنا يستنكر تصرف الإنسان الحر إذا ماذا؟ خلونا نشوف أتخشى نشيد السماء الجميل؟ تخشى بمعنى تخاف واللاحظوا في عندي هنا أيضا أترهب؟ ترهب أيضا بمعنى تخاف تخشى وترهب كلمتان مترادفتان شو يعني مترادفتان يا ثامن؟ يعني لهما نفس المعنى تخشى وترهب معناهما تخاف نفس المعنى تمام من ماذا تخاف أيها الإنسان الحر؟ هل تخاف أيها الإنسان الحر نشيد السماء؟ ماذا قصد الشاعر بنشيد السماء أمر الله بالحرية هل تخشى وتخاف من أمر الله لنا بالحرية الحرية هي أمر من الله وهي نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى المقصود أن الحرية هبة من الله لجميع البشر إذن الحرية هبة نعمة من الله لجميع البشر هل تخشى أمر الله بالحرية هل يمكن أن تخشى وتخاف من نشيد السماء الجميل من هذه النعمة والهبة الجميلة التي أعطانا الله إياها لذلك كان الاستنكار في سؤال الشاعر بالطبع لا يمكن أن نخاف من نعم الله أو هباة الله أو أمر الله لنا بالحرية أترهب أيضا أتخاف من نور الفضى في ضحاه؟ هل تخشى من النور الجميل وتخاف من النور الجميل؟ هل يوجد إنسان يحب الظلمة ويفضل الظلام على النور؟ بالطبع لا يوجد إنسان مثل ذلك فهو يستنكر من الإنسان الذي يخاف أو يرهب من نور الفضاء الذي يظهر في الضحى يستنكر الشاعر ويرفض أن يخاف الإنسان ويخشى من حصوله على حريته ومطالبته بذلك لأن الحرية حق مشروع له وهي أمر من رب السماء وهبة لجميع البشر إذن هذه الحرية هي حق مشروع لكل البشر وهي أمر من رب السماء وهبة لجميع البشر كما ذكرنا الصورة الفنية التي لدينا يا ثامن في هذا البيت أن الشاعر شبه نشيد السماء ونور الفضاء بالحرية التي كتبها الله للناس نتوقف هنا يا ثامن ونكمل إن شاء الله في الفيديو القادم ما تبقى من شرح هذه القصيدة الممتعة الجميلة للشاعر أبو القاسم الشابي إلى اللقاء أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته